أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت أكثر من عشرين طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا باريسيا أطلقتهم قوات الحوثي باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر كما أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن القوات الدولية المنتشرة في البحر الأحمر استجابت لحادث أمني جديد قبالة السواحل اليمنية الشمالية اشتركوا في القناة